بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي يخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات متباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاءت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حصير ولقد سينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيادين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من القيذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمعوا ونعقل ما كنا أستي يا صحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصرقا يا صحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم ما بجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلمنا هو اللتيف الخبير هو الذي جعلته الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يكسب بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا من الطير فوقهم صافات ويقبضن من يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رجقه بل لجوا في وطوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم واجعل لكم السماء والعبصار والأفئدة وليلما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون وتا هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من أذاب عليم قل هو الرحمن وامنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ذلال النبين قل أرأيتم إن أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدت الله العظيم